للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ علي الموسى ناشط في المجال المجتمعي أستاذ علي أهلا وسهلا فيك وصباح الخير لإلك بالستوديو معنا يعني أول شيء بحكم خبرتك العملية ورأيك أهمية العمل التطوعي للشباب أهلا وسهلا فيك وصبحت الله بالنور والسرور طبعا وشيء بسم الله الرحمن الرحيم طبعا العمل التطوعي يعتبر الآن من أهم الأعمال والأمور التي تركز عليها دولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تنميها لدى الشباب لأن العمل التطوعي له فوائد كبيرة جدا على الشباب وحقيقة فيه تنمية الشاب نفسه وتطويره وكذلك في الارتقاء ببلده وتطوير مثلا بلده والمشاركة في كل الفعاليات والأحداث التي تحصل على المستوى الحكومي والمستوى الخاص مما يساهم حقيقة في التنمية المستدامة في الدولة وكذلك مثلا ما أقول لك تطوير الشخص نفسه من عدة نواحي حقيقة نحن يمكن مبارح حكينا بحلقتنا عن أهمية أو كيف المجتمع يكون مؤثر الفرد يكون مؤثر بمجتمعه فإمكان هذا جزء كثير مهم من الثقافة التي نحن نحكي عن الثقافة التطوعية أنه الواحد يفكر ربما بمجتمعه أولا ثم يفكر بنفسه بشكل شخصي لحتى يكون مؤثر أكثر بمجتمعه أليت التطوع كيف بالتم؟ طبعا الحمد لله رب العالمين دولة الإمارات موفرة يعني أو عندنا التطوع موفرة في تقريبا أغلب المؤسسات الحكومية وأغلب المؤسسات الخاصة في الدولة فأي شخص مثلا يحب يطوع سواء كان صغير أو كبير أو أي عمر كان أو يشغل أي منصب كان يقدر أن يلجأ لأي جهة من الجهات الرسمية عندنا في الدولة المعتمدة ويسجل فيها ويبدأ فيها في أعمال التطوع الحمد لله حين نحن أغلب الفعاليات التي تحصل في الدولة يعني أدارات الجهات نفسها التي تعملها الفعاليات تستقطب متطوعين لا تستقطب مثلا أو قل استقطاب الشركات التنظيمية البحتة فتستقطب المتطوعين الذين ينظمون ويشاركون ويكونون متفاعلين في الفعالية نفسها فهذا يعني حقيقة أعطى فرص كبيرة جدا للتطوع في دولة الإمارات ونعتقد أن حين أي شخص يحب أن يتطوع ويشارك في هذا المجال يقدر أن يجد الشيء المناسب له بكل سهولة أستاذ علي يعني شو هي أكثر ربما فئة عمرية يعني بتجي لحتى تساهم بالأعمال التطوعية في هذه الفترة هو حقيقة التطوع مفتوح للجميع من الصغار إلى ما شاء الله يعني أي عمر لكن أكثر فئة عادة التي تشارك هي فئة الشباب نحن نلحظ ما شاء الله يعني نشاط كبير من فئة الشباب الفئة العمرية التي تحت الثلاثين سنة ما شاء الله يعني مشاركات كبيرة في مختلف الفعاليات سواء كانت حكومية أو خاصة أو رياضية أو إنسانية أو وطنية يعني أو ترافية بشكل عام يعني متواجدين ما شاء الله في كل الفعاليات طيب أستاذ علي حضرتك كيف أصبحت عضو في المؤسسة تقصدين برنامج دبيل التطوع التابع لهيئة تنمية المجتمع طبعا أنا انضممت لبرنامج دبيل التطوع التابع لهيئة المجتمع قبل تقريبا سنتين ونص البرنامج تابع لهيئة حكومية وهي هيئة تنمية المجتمع وموفرين جزاهم الله خير أبليكيشن على الهواتف الذكية وكذلك على الويب سايت موالهم الموقع موفرين أبليكيشن أو يستطيع أي شخص أن يدخل ويسجل على طول وهو طبعا بسيط جدا بسهولة شديدة مجرد أن يسجل هم رح يكون يتواصلوا معه ويرسلوا له الفعاليات والمبادرات والمشاركات أول بأول فيصبحوا يهم عضو دائما إن شاء الله يعني أنت من جيل الشباب المقصود بالفئة التطوعية الأكثر إثراءا للمجتمع طيب يعني العمل التطوعي بشكل شخصي كيف ساعد على تطوير تجربتك كإنسان وكعضو في المجتمع نعم في الحقيقة في بداية أو خلنا نقول قبل أن أدخل العمل التطوعي كنت أعاني حالي حال أي حد من الشباب مثلا أو من الأشخاص كنت أعاني من بعض خلنا نقول يعني ما بالسلبيات الأمور اللي يعني ما كنت راضي فيها عن نفسي مثلا كان عندي بعض الحرج أو بعض الأمور اللي مثلا أني ما قدر أطلع مثلا أتكلم جدا من الناس ما كنت إنسان اجتماعي الحمد لله بعد دخولي لمجال التطوع انكسر هذا الحاجز وطبعا يعني من إيجابيات العمل التطوعي أول شيء هو أجر يعني عند الله سبحانه وتعالى وثاني شيء هو خدمة للوطن ورد المعروف للوطن والشيخنا الكرام وثالث شيء الإنسان طبعا يطور نفسه يكون علاقات اجتماعية أكيد ويطور نفسه يعني يصبح أكثر جرأة يعني في أي مكان يعني صحيح ومختلف تماما يمكن عن مجال العمل مثلا لا مجال العمل يصب في يعني تخصص واحد طول الوقت يعني مثلا مهما كمل من السنين هو في تخصص واحد أما في العمل التطوعي هو يعني يشترك في عدة مبادرات في عدة مجالات يمكن يعني في السنة الوحدة يكون يشترك في مجموعة كبيرة أكثر من مجال العمل بكثير يعني صحيح ويمكن بمجال العمل أستاذ علي يعني الواحد ممكن يكون هو شغال ورا مكتب وربما منعزل شوي ما يختلط كتير بالعالم فقط أنه مركز بشغله لكن مثل ما حكيت حضرتك لا مجال العمل التطوعي واحد يعني مجبور أنه يتفاعل بشكل سواء لفظي أو حركي نعم في المجال التطوعي أكيد صحيح طيب في عام زايد على ماذا تركزون من أجل زيادة روح التطوع أبونا زايد الله يرحمه ويغفر الله إن شاء الله يعني أنا عن نفسي أعتبر هو المؤسس للعمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو حقيقة قدوتي أنا في العمل التطوعي والعمل المجتمعي أبونا زايد كان يعني يدعم المبادرات التطوعية وهو بنفسه كان يعمل المبادرات الخيرية والتطوعية على أرض الإمارات وخارج الإمارات حقيقة كنا نسمع يعني مثلا أي لا سمح الله مشكلة أو من المشاكل الطبيعية أو أي شيء مثلا تحصل في دول العالم الخارجي أول واحد مثلا كان يدعمها شيخ زايد الله يرحمه يدعم الناس المتضررين وكذلك في دولة الإمارات ما كانوا مقصر فهو أول من زرع فينا العمل التطوعي حين حكومتنا رشيدة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة أقرب أن يكون هذا العام عام 2018 عاما عام زايد حقيقة نستذكر أعمال شيخ زايد الله يرحمه ونمشي على خطافي هذه الأعمال سواء من التطوع من عمل الخير ومن كل الأعمال الخيرية بحيث أن نستذكر ونتعلم أن أبونا زايد الله يرحمه ونعمل ما كان يسويه وزيادة إن شاء الله طيب نحن أستاذ علي حكينا عن الفئة العمرية اللي أكتر شيء بتساهم بالعمل التطوعي هل هناك مثلا جنسية معينة هي مثلا كتير بتساهم بالعمل التطوع أو الثقافة عندها عالية مثلا من الجنسيات الأخرى ربما يعني غير مثلا المواطنين الإماراتيين والله الحمد لله رب العالمين عندنا في دولة الإمارات فرص التطوع مفتوحة لجميع الجنسيات ولجميع الأعمار ولجميع الفئات ولجميع المناصب أين كان هذا الشخص مواسك سواء منصب كبير أو منصب صغير أين كان طبيعة عمله فالحمد لله رب العالمين من خلال المشاركات التطوعية نلحظ مختلف الجنسيات تساهم وتسارع من نفسها أنها تطوع في خدمة دولة الإمارات حبا منها في هذه الدولة الحمد لله رب العالمين وحتى هذا الشيء نلحظ في بعض المناسبات الوطنية مثل يوم الوطني أو يوم الشهيد نلاحظ أن الجاليات أو المراكز الاجتماعية لبعض الجاليات الموجودة عندنا في دولة الإمارات تعمل فعاليات داخل المراكز نفسها ومشاركة جهات حكومية ومشاركة متطوعين ومن نفس جنسية الجالية هم اللي نظمون الفعالية من الألف إلى الياء وفي حب لدولة الإمارات نفسها وللفعالية تكون مصطب في حدث يكون في دولة الإمارات صحيح يعني من كثر الفعاليات اللي بتصير ربما في دولة الإمارات دائما في متطوعين فدائما يعني هذا الشيء موجود ومفتوح للجميع ومفتوح للجميع والحمد لله نلحظ يعني مشاركة الجميع بلا استثناء نعم يعني أنا بدي أشكرك كتير أستاذ علي الموسى على وجودك معنا بالاستوديو وعلى هالمعلومات القيمة اللي أثرتنا فيها يعني عضو مجلس إدارة فريق سفراء دبي التطوعي الأستاذ علي موسى شكرا كتير شكرا جزيلا شكرا لألك